اشتركوا في القناة قصة مزمور المزمور النهاردة هو مزمور 144 والقصة بتاعته القصة المعروفة بتاعة إجليات القصة ديت في سمويل الأول 17 بس أنا حابة أبتدي من سمويل الأول 16 كان سمويل قاعد متضايق قوي وعمال يعني يصلي لربنا فربنا قال له أنا رفضت خلاص شاول لازم تتأكد أنا رفضت شاول روح امسح ملك جديد فراح سمويل علشان يمسح الملك الجديد راح لبيت لحم طبعا أول ما دخل سمويل سمويل العظيم النبي ده داخل قرية صغيرة قوي فاتخدوا يا ترى جاي ليه ابتدوا الشيوخ والشيوخ المدينة يعني يتسألوا فقال لهم أنا جاي أسبح للرب يلا تقدسوا عشان نسبح راح لبيت ياسا وقال له جيب لي أولادك طبعا يجيب له إيه البكر لازم ييجي البكر جه البكر طويل وجميل حاجة كده فرعة فالرب قال له إيه فهو سمويل يعني بيقول إن دوت هيبقى مسيح الرب فالرب قال له لأ لأ ودي حاجة بقى يعني إحنا محتاجين نركز قوي فيها للأسف إحنا دايما بنقيس الأمور بمقاييسنا إحنا في عندنا مقاييس بشرية بنعيش بيها لكن ربنا مقاييسه مختلفة جاريت كل يوم نسح الصبح نقول له يا رب خليني أشوف بعنيك خليني قيس الأمور بطريقتك مش قيسها بطريقتي دي النقطة إحنا محتاجينها إن إحنا هل بنقيس كل أمور الحياة بطريقة ربنا ولا نقصها بطرقنا طبعا جاب التاني والتالت لغاية ما وصل لمين قال له عندك حد تاني قال له ما عندي عيل صغير كده بيرع وراء غنم حاجة كده عيلة صغير عايز يعني فيش خلاص قال له هاتو فأول ما جاهل دخل الأشقر حلوة العينين فالرب قال له إيه قال له هو ده هو ده مسيح الرب فدهنه وأصبح أصبح هو مسيح الرب وامتلق بالروح الله وشاول فرقته روح الله ودخلته روح شريرة وبقى داود يروح يعزف له على الأوطار علشان الروح دي تبعد عنه ندخل على الصحة 17 الصحة 17 داود لسه بيرعى غنم يحصل حرب ما بين فلسطين واليهود يقفوا الفلسطينيين فوق جبل يقفوا اليهود فوق جبل تاني بينهم وادي فلسطينيين خلعوا واحد كده بقى شجيع السيمة بقى الطويل الفضيع العملاق وطلع قال مين يقدر مين يقدر علي احنا هنعمل حاجة اللي هيقدر علي يبقى احنا هنفضل عبيد ليكم ولو انتم يعني اللي يغلبني يبقى احنا عبيد لو غلبناكم يبقى انتم عبيد اربعين يوم اربعين يوم يزل في شعب اسرائيل انا بتخيل اعد تفكر كده لو انا قعد مع شعب اسرائيل في الاربعين يوم ده اربعين يوم واحد عمال يزلهم هتبقوا عبيد لينا واحد عملاق لا يمكن حد يقدر يغلب تصعب يجي داود رأى بابا يبعث له يقول له يبعثه علشان يجيب شوية اكل الاخواته اللي ده هنزله الحرب التلاتة الكبار هلاقى الدنيا متدربكة فسألهم هو في ايه هقوله قالوا له الفلسطينيين طلعوا واحد اسمه جليات طوله وعرضه وعمقه وحاجة واقف يعاير صفوف الرب بقاله اربعين يوم وعمال يهزق فينا ومحدش عارف يعمل حاجة طبعا ايه داود تخليل ايه الدم في عروقه مين دا مين دا اللي يقدر يعاير صفوف الرب مين اللي يقدر اصلي الفرق بقى بين كل الشعب دا وداود ان داود عنده اختبار عنده خبرة لكن الشعب دا واضح ما عندوش كان اختبار هي دا 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 الفرق مين دا اللي يقدر يعاير ودوني للملك يا عم تودك للملك ايه انت عايز تعملي ودوني بس للملك راح للملك قال له انا هقف قدام جليات زي ما انتو عارفين شاول بصله يعني استهزق بي الصغير الضعيف اللي مش عارفة ايه فداود حكاله الخبرة قال له عبدك كان زمان جه دب علشان يسرق شاه من الغنم بتاعي واسد انا موت الدب وموت الاسد وخطفت الشاه منه ورجعته للحزيرة جربني اصلا انا مجرب ربنا انا جربته وانا عارف ان هو معايا وانا عارف ان هو هيضع هذا البني ادم الفلسطيني اللي بيعاير صفوف الرب ده هيحطه في ايدي انا متأكد هنا عايز اقف في الحتة ديت هل احنا في حروبنا متأكدين ان احنا معانا ربنا وناحي حياة النصرة ورافعين اعلام النصرة الحقيقة اختبار شخصي لما بتيجي الدنيا بالضيئة على الواحد الواحد بيتكسر تحت التجربة بيتكسر وبيحس قد ايه هو لا ازاي ازاي الواحد ما عندوش ثقة بالمنظر ده ربنا ازاي انتو عارفين بقيت القصة داود اما طبعا موت جليات وقتله وقتل راسه وبعدين يتكتب المزمور المية اربعة واربعين في الترجمة السبعينية بيقولوا ان ده مزمور لجليات داود ضد جليات انا هقرى لكم المزمور مزمور النصرة شوفوا باي مبارك الرب بصخرتي الذي يعلم يدي القتال واصابع الحرب رحمتي وملجأي صرحي ومنقذي مجني والذي عليه توكلت المخدع شعبي تحتي هو بيبارك الرب بصخرته اللي علم هو اللي علمه القتال وهو ده اللي احنا محتاجين ان احنا نتأكد منه ان ربنا بيعلمنا القتال في حياتنا الروحية كل يوم احنا دخلين في حرب الروحية كل يوم عندنا تحدي بس عايزين نصلي ونرتل المزمور ده مبارك الرب بصخرتي الذي يعلم يدي القتال اصابع الحرب اصابع الحرب في الحرب الروحية يدي القتال بالصلاة نرفع ايدينا بالصلاة واصابعنا الحرب ان احنا بنرشم علامة الصليب بالاصابع رحمتي اي شيء ابرق بروكا وبددهم ارسل سهامك وازعجهم ارسل يدك من العلاء انقذني نجيني من المياه الكثيرة من ايدي الغرباء الذي تكلمت افواههم باللطف افواههم بالباطل يا رب تقطع السماوات وانزل طبعا ده دي كانت نبوة على مجيء المسيح المسيح الجبال فتدخن دي برضو بيصوروها لما الرب نزل وقدى الوصاية لموسى ازاي كان الجبل بيدخن ابرق بروكا وبددهم يعني يجي صوت الرب فيبدد صوت الاعداء الذين تكلمت افواههم بالباطل يمينهم يمين كذب اليمين دايما بيشير الى القوة بس القوة دي قوة كاذبة لانها قوة جاية من الشرير يا الله ارنم لك ترنيمة جديدة برباب ذات عشرة الاوتار ارنم لك قدس اغسطينوس بيقول ارنم لك ترنيمة جديدة الترنيمة الجديدة هي العهد الجديد والرباب ذات العشرة الاوتار هي وصايع العهد القديم فنرنم للرب بالكلمة بتاعته بالعهد القديم والعهد الجديد المعطي خلاصا للملوك المنقص دوود عبده من السيف السوق انقذني ونجني من أيدي الغرباء الذين تكلمت أفواهم بالباطل ويمينهم يمين كذب لكي يكون بنونا مثل الأغراس النامية في شبيبتها بناتنا كأعمدة الزوايا منحوتات حسب بناء هيكل أهراؤنا ملقانة تفيد من صنف فصنف شوفوا البركة اللي جات بعد النصرة البنون يبقوا أغراس نامية والبنات اللي هم اللي بيجيبوا الأولاد وبيفرحوا الكنيسة كل دولة والأغنام يقول أهراؤنا أمليانا تفيد من صنف فصنف أغنامنا تنتج ألوفا وربوات في شوارعنا بقرنا محملة لا اقتحام ولا هجوم ولا شكوى في شوارعنا توبى للشعب الذي له هكذا توبى للشعب الذي الرب إله توبى لينا لأن في يوم من الأيام اختبرنا الحياة مع ربنا توبى لينا أن احنا أولاد ربنا ونحي حيات النصرة كل يوم كل يوم كل مجد وكرامة أمين ترجمة نانسي قنقر